أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية أن هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الأمة العربية تتطلب مراجعة جادة للمواقف والقرارات وصياغة سياسات فاعلة ووضع خطط وستراتيجيات شاملة قائمة على الإيمان بوحدة الأهداف والمصالح والمصير المشترك وتعزز من تكاتفنا وتلاحمنا لحل قضايانا كافة داخل النطاق العربي بما يحمي دولنا ويعزز أمنها واستقرارها ويحقق تطلعات الشعوب العربية بمستقبل أكثر إشراقا وزهرا جاء ذلك خلال كلمة معالي وزير الخارجية في ختام أعمال الدورة العادية الخامسة والأربعين بعد المئة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزري والتي انعقدت اليوم بجمهورية مصر العربية حيث أوضح معالي الوزير أن مملكة البحرين حرصت خلال ترأسها للدورة على بذل كل جهد من شأنه الإسهام في تحقيق تلك الأهداف السامية مشيرا إلى أن أعمال هذه الدورة بدأت بخطوة مهمة من خلال التوافق على اختيار معالي السيد أحمد أبو الغيط أمينا عاما لجامعة الدول العربية وشهدت انعقاد القمة العربية السابع والعشرين قمة الأمل التي استضافتها بكل اقتدار مدينة واكشوت كما عقدت العديد من الاجتماعات في إطار المتابعة والتفاعل مع كافة القضايا والمستجدات وأعرب معالي وزير الخارجية عن أمله في أن تتواصل المساعي الإقليمية والدولية لحل القضية الفلسطينية وأن تشهد المزيد من الحراك للضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف التعنت المستمر المتمثل في زيادة وطيرة الاستيطان والحصار والاعتداءات المتكررة على حرمة المسجد الأقصى والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية بإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وذلك استنادا لمبادرة السلام العربية وتنفيذا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وعن الوضع في سوريا أكد معالي وزير الخارجية أن الشعب السوري الشقيق يعيش حالة مأساوية ومحنة كبرى في داخل أراضيه وخارجها مشددا معاليه على ضرورة مواصلة العمل لتأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى كفة المناطق السورية وإلى الدول المجاورة المستضيفة للاجئين السوريين وعلى أهمية الاتصالات والتنسيق المستمر بين الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية كونه الطريق الصحيح والسليم للوصول إلى حل سياسي وسلمي للأزمة السورية في المحافل الدولية وعلى الأراضي السورية مؤكدا على الدور المحوري الهام لجامعة الدول العربية في حل هذه الأزمة وحول العلاقات مع إيران أعرب معاليه عن تطلعه إلى إقامة علاقات طبيعية قائمة على الالتزام بمبادئ حسن الجوار والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة والاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها مطالبا إيران بالوقف الفوري لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية والكف عن الممارسات التي تمس أمنا القومي مستنكرا معاليه محاولات إيران وسعيها لتسييس موسم الحج من خلال التصريحات العدائية المتكررة من كبار المسؤولين الإيرانيين مشيدا بالجهود العظيمة والحثيثة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرامين الشريفين حفظه الله ورعاه في رعاية جميع حجاج بيت الله الحرام وتوفير كافة السبل لإنجاح موسم الحج وفيما يتعلق بالوضع في الجمهورية اليمنية دان معالي وزير الخارجية بشدة الخطوات التي اتخذتها القوى الإنقلابية التي من شأنها أن تزيد الوضع تأزما مؤكدا التزام المملكة بواجبها في المشاركة ضمن التحالف العربي للدفاع عن الشرعية في اليمن حتى تتمكن الحكومة الشرعية من بسط نفوذ الدولة على كامل الأراضي اليمنية وتفعيل دور مؤسستها الوطنية ووقف التدخلات الخارجية بما يضمن عودة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق والوصول إلى حل سياسي وفقا للمبادرة الخليجية وألياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 وبشأن الوضع في ليبيا أكد معالي الوزير الحرص على أمن واستقرار ووحدة ليبيا متطلعا معاليه إلى أن تلقى حكومة الوفاق الوطني الدعمة من كافة الأطراف السياسية وأن تحصل على موافقة مجلس النواب الليبي وأن تتوحد جميع الجهود لتعزيز المصالحة الوطنية وبناء الدولة الليبية الحديثة ويعادة الأمن والاستقرار والقضاء على الجماعات الإرهابية وأشار معالي وزير الخارجية إلى أننا جميعا نشترك في تحدي مواجهة ومحاربة الإرهاب وتداعيته بما يحتم علينا ضرورة اتخاذ خطوات جماعية حاسمة وواقعية من أجل القضاء على الجماعات الإرهابية وتجفيف منابع دعمها وتمويلها وعدم إعطائها الفرصة في الوصول إلى أهدافها وسعيها لزعزعة أمننا واستقرارنا والمساس بوحدتنا وتفريق شعوب أمتنا عن طريق بث الفتن الطائفية وتشويه قيم ديننا الإسلامي الحنيف الذي هو بريء منها ومن أعمالها البغيضة ثم قام معالي وزير الخارجية بتسليم رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزري إلى أخيه معالي السيد خميس الجهناوي وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية وصدر عن المجلس الوزري بيان يدين فيه التصريحات العدائية للمرشد الإيراني علي خامنئي تم التأكيد فيه على أن الاتهامات والادعاءات والحملة المغرضة التي تقوم بها إيران تتنافى تماما مع قيم ومبادئ الإسلام التي تدعو إلى الألفة والمحبة والتآخ كما إنها تتعرض مع مبادئ سياسة حسن الجوار ولا تساعد على بناء علاقات بناء بين الدول الإسلامية وقد ناقش المجلس الوزري عددا من الموضوعات الخاصة بالعمل العربي المشترك وفي مقدمتها أليات تطوير وأصلاح الجامعة العربية إضافة إلى التشاور حول القضية الفلسطينية وتطورات الوضع في كل من سوريا وليبيا واليمن واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وسبل صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب ترجمة نانسي قنقر